بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى الله على جميع الأنبياء وسلم وصلاة الله عز وجل على الأنبياء ثناؤهم ومتحوهم في الملأ الأعلى عنده معانا كان سبب لرضي للمسيحية وإيماني بالإسلام ألا وهو المسيح عليه الصلاة والسلام في الإسلام ويسوع بحسب الأناجيل مشكلة معنا النهاردة بعض المنصرين يعترضوا يقولك المسيح يحيي المعذرة المسيح يعلم الغيب فين فدل بقول الله عز وجل في سورة آل عمران الآية 49 وزي ما قلنا احنا هنتبع نظام الصور يعني ايه نظام الصور يعني نشوف مثلا في سورة البخرة المشكلات مع النصارى او الاعتراضات بتاعة النصارى ونرد عليها بعد كده نشوف مشكلات صور آل عمران ونرد عليها بعد كده نشوف سورة النساء ونرد عليها وهكذا يعني ايه ناخد القرآن بالترتيب كده بإذن الله ضعونا بس بالإخلاص والفبات ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هما آمين يقول الله عز وجل عن عيسى صلى الله عليه وسلم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين يستدل بعض النصارى ومنهم زكريا بؤلس وغيره على أن هنا المسيح بيعلم الغيب الإجابة المختصرة لا واحد المسيح عليه الصلاة والسلام حتى كرسول لا يعلم الغيب المطلق وإنما يعلم غيب نسبي بدليل الآية إن ربنا ذكر وقال بإذني أو بإذن الله في نفس الآية النقطة الثانية الدليل من نفس الآية ليس إله ولا يعلم الغيب المطلق إن قال في آخر الآية إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين مؤمنين بإيه؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول مؤمنين برسلته النقطة الثالثة المسيح لا في الإسلام ولا في المسيحية يعلم الغيب المطلق تاني 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 بحسب الإسلام المسيح عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب المطلق وبحسب كتاب النصارى فهو لا يعلم الغيب المطلق بل يجهل مواقيت أشياء قد يعلمها باقي البشر زي أي فلاح عارف معد التين لكن يسوع الأناجيل لا يعرف معد التين مع التفصيل ندخل على التفصيل في المسألة قال النصارى المسيح عندكم يا مسلمين يعلم الغب وإله قلنا لهم ليه قال لك لأنه يقول وأنبئكم بما تدخرون بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم أهو بينبئهم بما يدخرون أمراض حصل معايا موقف أنا ومنصر من المنصرين قلت له هل إذا انطبقت هذه الآية على غير يسوع تعبده قال لنعم عبده إذا انطبقت هذه الآية ونبأنا بما أشياء لا نعلمها المفروض يبقى إله مباشرة المسيحي استلقاءا بيقوم إليك آه إله أقول له حل واقف هنا أما إسلاميا مسألة الغيب أو مسألة مسألة الإخبار بشيء غير موجود أمامك أو لا ترى أمامك أجم لتنين إما أن يكون عن طريق سحرة ودجلة وهذا مرفوض في الإسلام وإما أن يكون عن طريق رسول وهذا الإخبار من باب المعجزة التي يؤيد بها الرسول قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا مش حد يعرف غيبه إلا إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتضى من رسول لو ربنا ارتضى رسول من علاماته اللي يأكد للناس صدق نبوته إنه قد يعلم بعض الأشياء أو يخبر ببعض الأشياء وتحصل سؤال هنا فقالت وقلت له هل لو وقعت نفس الآيات عن رسول من الرسل أو أي شيء أي شخص يعني وفعل هذا الأمر هل يكون إله قال لي نعم نبي محمد عليه الصلاة والسلام أخبر بفتح بيت المقرس واليمن والشاب والعراق في الحديث الصحاح هل كده المفروض تعبده المفروض يبقى إله تمام ألم يخبر النبي في الحديث الصحيح وقال أن ستأتي ساعة يذهب الرجل من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه فسأل أحد الصحابة وقال وأين قطع الطرق يعني وأين قطع الطرق قالوا لن يكونوا موجودين وحصل ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ستفتح خيبر في الحديث الصحيح ستفتح خيبر بإذن الله غدا على يد رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وكان علي وحصل المفروض أهو بيخبر بالغيب كده المفروض يا نصارة قال لهو ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنكم ستقسمون كنوزة كسرة وقيسر ووعد ووعد أحد الكفار أنه سيلبس سوارة كسرة وحصل أهو بيخبر بالغيب المفروض كده هتقلهوه صح؟ ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمار تقتله الفئة الباغية وحصل المفروض كده هتقلهوه صحيح؟ ألم يقل الرسول إذا هلك كسرة فلا كسرة بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده في الحديث الصحيح وحصل أهو كل كلها حاجات عمال يخبره بالغيب ده حتى مش بيخبر بالله يحصل بكرة ولا باللفتك دلوقتي ده بيخبر بالله يحصل بعد كده السؤال مش المفروض كده تقلهوه مش المفروض تقلهوه طيب فيه مسألة بقى تانية علم الغيب يا جماعة الخير عليكم السلام ورحمة الله علم الغيب أو العلم بصفة عامة حي الله ما ننضم إليه علم الغيب بمسألة عامة ما هو إلا من الرب سبحانه تأييداً لعباده حتى يصدقه دعوة هذا الرسول يعني أنا عايزك دلوقتي تؤمن خلاص فالرب سبحانه بيعمل ايه بيأيد عباده بأشياء حتى يصدقه دعوة هذا الرسول فهمتم كده طيب المسيح بقى صلى الله عليه وسلم شوفوا بعد النصارة عملوا ايه النصارة مفيش عندهم في كتابه النص ياسوع بيقول فيه عمل الله ولا في الاسلام نص اليو بيقول على يسوع الله فعملوا ايه فابتدوا يقلفوا بقى يعني بدأوا يقلفوا مش لقيه فبدأوا ايه يقلفوا آآ يقول آآ في إنجيل ماتة عشان أعرفكم بقى الآن ان آآ يسوع نفسه يسوع نفسه بحسب الكتاب بتاعه لا يعرف الغيب يعني احنا الان حنرد على النصارة في عدم معرفة يسوع الأناجيل الغيب بس من عندهم هم بقى مش بس من عند المسلمين شوفوا على سبيل المثال في إنجيل في إنجيل ماتة بس ححة 24 عدد 29 يقول ايه يسوع أو يقول الإنجيل وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه هذا أولا خطأ علمي ده خطأ علمي القمر لا يعطي ضوء القمر لا يعطي ضوء القمر جسم معتم يعكس الضوء لكن لا يعطي ضوء من نفسه لا يعطي ضوء تمام؟ المفروض بقى يقول ايه؟ ولا يعكس الضوء تمام؟ طيب بيقول ايه؟ والنجوم تسقط من السماء وقوات السماء تتزعزع وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب المجد سحاب السماء بقوة ومجد فيرسل ملائكة ماشي إلى آخره فمن شجرة التين تعلموا مثلا متى صار غصنا الرخص رخصا وأخرجت أوراقتها تعلموا إلى آخره الحق الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون كله نعم تاني يسوع في الزمن بتاعه مش بس لم يكن يعلم الغيب بل بالعكس قال كلاما غير صحيح قال كلاما غير صحيح كلام كذب فبهذا يسوع الأناجيل لا يكون إله ولا يكون رسول أصلا لأن رسول الله الرسول من الله سبحانه يكون صادقا يقول الحق يقول الصدق يقول يسوع الأناجيل بحسب كتاب النصارى في إنجيل متى إصحاح 24 عدد 29 لاحظوا آخر عدد اللي هو عدد 34 بيقول إيه الحق الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون كله السؤال هنا ما معنى كلمة الجيل يا جماعة الخير الجيل مش الجيل اللي هم الأشخاص المتواجدين في زمننا يعني إحنا في زمننا مثلا الآن تلاقي ولد لسه مولود عنده يوم خلاص أدي جيل أهو الجيل ده ينقضي مثلا ممكن ينقضي بموت هذا الولد يعني يكون فيه في الجيل ده مثلا ولنفرض في المكان اللي إحنا فيه خمسة أو في الوقت في المكان اللي إنت فيه فيه خمسة مليون واحد الخمسة مليون يموتوا انقضى الجيل صح ولا أنا غلطان انقضى الجيل معادش في جيل الجيل اللي جاي بقى اللي هم من نسلهم ياسوع بيقول لهم لا ينقضي هذا الجيل حتى ترون الآتي اللي إنتم هتقروا حالا أولا تظلم الشمس السؤال ياسوع ميت المعذرة ياسوع مرفوع بحسب معتقد النصارى وتقتل على الصريق بحسب معتقد النصارى من أكتر من ألفين سنة هل أظلمت الشمس اتنين والقمر لا يعطي ضوءه ما هو بيقولك لا يمضي هذا الجيل الجيل ده مش هيمضي إلا ما يحصل كل ده كذبا لم يحصل هذا الكلام ما حصلش هذا الكلام ينفي نبواته وينفي لهوته تقولي إزاي أقولك هل الرسول يقوله الكذب هل المفروض أن الرسول يتنبؤون بتنبؤات من الله سبحانه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون كله أهو مضى الجيل وجيل 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 ده مضى أكتر من يجي اضرب ألفين سنة ألفين سنة كل جيل قرابة مئة سنة في ألفين سنة يعطيك كامل أه مين اللي بعرف يحسب ألفين على العشرة فيها الكامل ألفين على العشرين المفروض على العشرين فيها الكامل فيها أولا بتاع ألفين هنخش في حساب أنا ما بحبش الحساب الألف في مية متين جيل متين جيل تقريبا مرة أكتر 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 من متين جيل من بعد رفع يسوع ولم يحصل هذا الكلام ولم يحصل لا بيعرف غيب لا في كتابه ولا عند المسلمين عند المسلمين لما علم الغيب هي معجزة حتى تؤيد نبوته حسب كتاب النصارى ما يعرفش الغيب إزاي بتقلهه بقى إزاي تقلهه إزاي أصطد بحسب الكتاب هذا ليس بنبي بحسب الكتاب كلام ينفي إيه أو ينقض نبوته فضلا عن ألوهيته فضلا عن ألوهيته طيب يقول والقمر لا يعطي ضوء العلامة التانية فين الكلام ده تلاتة النجوم تسقط من السماء فين بقى إن شاء الله حصل الكلام ده ما حصلش كوات السماء تتزعزع فين الكلام ده ما حصلش حين إزن تظهر علامة ابن الإنسان في السماء العلامة الخامسة فين الكلام ده ما حصلش حين إزن تنوح جميع قبائل الأرض فين الناس اللي بتنوح ما حصلش ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كفير السؤال مين اللي شاف يسوع جاي في السماء مين اللي شاف المصلوب إحنا الأبنا نتكلم عن المصلوب للعلم يسوع بحسب الأناجيل المصلوب وغيره المصلوب ده فين جاي في السماء شفت المصلوب جاي في السماء فين ما فيش ما تنساش لا يمضي هذا الجيل حتى يكون كله لا يعرف الغير ما يعرف حاجة فيرسل ملائكته ببقن عظيم الصوت فين الكلام ده فيجتمعون مختريه في الأربع الرياح إلى آخره فين الكلام ده ما حصلش ما حصلش طيب هل هذا فقط الدليل على أن حتى سعب حسب الأناجيل لا يعلم الغير لا في أدلة كتير وإن بص يا جماعة الخير ايه طب افترضنا واحدة ما قيل لك لا لا طب انا هجيب لك بقى دليل من الانجيل انه بيعلم الغير ماشي يعني خلاص ماشي هتجيب لي دليل ان يسوع من الانجيل بيعلم الغير انا ما عنديش مشكلة انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا ده مسيحيا وهذه هي الحياة الابدية بحسب كتابكم انتم يا نصارى يا زكريا بقلز وغيره انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا اظن يوحن 17 ثلاثة اظن كتب تمام ده كلام يسوع طب بحسب الاسلام ها ما المسيح ابن مريم الا رسول خلصت يجيب بعد زكريا بقلز يقول لي لا ده في لهوت اقول له ايه اقول له حمرا حمرا اوطى اقول له قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم خلصت المفروض يا جماعة الخير اللي مؤمن بعقيدة المفروض عنده على العقيدة دي دليل قاطع ما فيهوش شك ما فيهوش خلاف معانا يا اخواتنا في الفيس المفروض شخص عنده عقيدة او بيتكلم في عقيدة المفروض العقيدة بتاعته فيها دليل قاطع لا لف ولا دوران ولا بتهيأ لي ولا استنى ما استنبط كده ولا استنى شوية ما شوف ولا معرفش لا 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 لذلك الادلة والنصوص المفروض طالما جاءت في الكتاب سواء الاسلام او المسيحية تأخذ على ظاهرها ما لم يأتي صارف يعني لما يأتي مثلا في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى انتهت اللي يطلع ويقولك لا ما استواش هذا كذاب هذا مكذب للقرآن هذا مكذب للقرآن يقولك ايفا استوى اقولك ليس كمثله شيء اللي يطلع اقولك لا دا مثله شيء هذا كذاب هذا مكذب بالقرآن لما تيجي نفس الامر عند النصارى يأتي النص ويقول هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لانه رب الارباب وملك الملوك يوم طالع لك واحد لا اما الخروف اللي هو مش خروف هذا كذاب هذا مناقض للكتاب هذا مخالف لنص الكتاب الكتاب بيقول ما تجيش انت تقول لي لا ما بيقولش انا حاورت دا كاترة دا كاترة والله العظيم يا اخوة شخص دكتور ومرنم وبطلع القناة الفضائية حاورت بس في نشد الانشاة يقوم اقل اللفظ بس مش اللفظ النص النصوص اللي انتو عارفينها في نشد الانشاة فخذاكي وما فخذاكيش وما عرفش ايه تخيل يقوللي كده فخذاكي اللي هي مش فخذاكي والله كده يا اخوة لا 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 الفخذاك مش الفخذاك وش عالف ايه يعني مش ايه النص نفسه يعني مش النص نفسه دا اسمه ايه ده اسمه تحريف دا اسمه خبل واضح? فلأصل في النص والأصل في العقيدة اللي استدلال بالنص مش اقالف وبعد كده او مختار ومخترع ومستنبط واركب دي زي الدي وامحطط عليهم فوق مش عارف بكرة والف البكرة ثم فتح لي مية اشد المية حطها في الكوباية اشد الكوباية احطها مش عارف فين بعد كي اشد عليهم احطهم في في التواليت بعد كي اشد السفون ايه ده دعم ان شاء الله ايه ده الدين دي وخصوصا العقيدة ده بدي كلام بايه بدليل كل كلمة بدليل واضح وإلا يبقى دا دينك انت بقى الشخص النصراني المنصر ما بيدعوش الناس للدين بيدعو الناس لشخصه كذلك المسلم انا كمحمد نصيف كشخص لا ادعوك لمحمد نصيف ابدا بل ادعوك للقرآن والسنة ادعوك للقرآن شوف اللي في القرآن ده واللي في صحيح السنة انا معاك فيه ما بدعيكش لي انا كذلك المنصر بقى لا 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 المنصر يجي بيتكلم بالكتاب ده الكتاب ده لازم الكتاب ده يبقى كل كلمة فيه موافقة لمعتقد المنصر نفسه مش للكتاب الكتاب يقول كلمة والله العظيم ممكن يطلع يقولك مش معناها الكلمة زي الخروف يغلبه لانه رب الارباب وملك الملوك يقولك لا مش الخروف لا مش رب الارباب لا مش ملك الملوك طب ده اسمه ان شاء الله يا حبيبي انت كده بتدعوني لك انت مش بتدعوني للدين انت كده ما بتحكمنيش للكتاب انت بتحكمني لك انت مش حجة عالدين انت مش حجة الكتاب الكتاب اللي حج عليك الكتاب اللي حج عليك فهمتم فتعاملوا معهم بهذا الاسطوب تعاملوا معهم ان الكتاب هو اللي حج على على المخالف وعلى النصراني مش العكس النصراني عمر ما يكون حج على الكتاب الكتاب اللي حج على النصراني زي الاسلام المسلمين لا يكونون حج على الاسلام احنا زي شايفين كثير من المسلمين مثلا يشربوا سجاير. او كثير من المسلمين يعملوا مشاكل او معاصي او 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 او. هل هم حجة على الاسلام? هم حجة على القرآن? الاجابة لا. الاجابة لا. اما ايه اللي حجة? القرآن اللي حجة عليهم. القرآن اللي حجة عليهم. تمام. فعندنا ايضا ان المسيح او ان يسوع الاناجيل لم يكن يعلم الغيب. طبعا هم نعيد تاني ونقول في مسألة علم الغيب لهذا مسألة وانبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بامور كثيرة من الغيب. ولم تكن دليل لهوتو. يعني مش اله هو. كده مش ببقاش الله يعني. تقوم ايه اللي الدليل. اقول لك ان النبي محمد وعيسى عليه السلام وموسى وغيرهم قال الله عز وجل فيهم. في الآية التي فيها علم الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه يرسل. ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. شفت الناس تعرف تشوف كده علامة من علامات الغيب او علامة من ان هذا النبي يعرف اشياء عن المستقبل او يعرف اشياء هتحصل بكرة او يعرف اشياء موجودة في بيتي او يعرف اشياء هتحصل مع ناس معينة فيعرف ان هذا رسول من الله حقا. وليس اله. وليس اله. اما يسوع بحسب الاناجيل فلا المفروض. باللي في الاناجيل يعني. لا اله ولا رسول. تقول لي ليه? اقول لك يقولوا كلاما غير صحيح. يقولوا كلاما كاذبا. الدليل الاول هتلاقوه في انجيل متى? الاصحاح. الاصحاح. اربعة وعشرين عدد تسعة وعشرين لحد اربعة وتلاتين. قال كلاما غير صحيح. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا مصطفى كاميلة فندي. اياكم الله. اخنا مصطفى من الاخوة الاكارم يا شباب المهتمين بالرد على الشيعة. جزا الله خيرا على ما يقدم. جزا الله خير على اه مجهوده في المساجد وفي القنوات زي وصال وصفة وغيره. اي خدمة حج مصطفى او شغل عالي. شغل عالي. فلا تنسوه من صالح دعائكم لانه تعبان وعيام ومرضان وعنده برد على طول. على طول. اه فالنقطة التانية بقى في انه ايضا. شوف كده? النقطة التانية في انه لا يعلم الغيب بل يقول غير الحقي بحسب الكتاب. كتاب النصارى. شوفوا النص ده. النص ده في انجيل ايه? امين وياك يا حج مصطفى. حفظك الله يا اخونا مصطفى كاميرا. النص التاني موجود في انجيل متى اصحح ستاشر عدد سبعة وعشرين. تاني. ستاشر متى ستاشر سبعة وعشرين. شوفوا النص اللي بيؤكد ان الكلام ده من من مصطوب الاناجيل. بعد هذا الكلام. مصطوب الاناجيل لهو نبي ولا رسول. يطعن في رسوليته اصلا. وان هذا الكتاب ليس كلام الله ولا موح به من الله. تقول للدليل. اقولك ستيب باي ستيب. نقطة نقطة. اول النص. يقولك الاتي. فان ابن الانسان. انجيل متى اصحح ستاشر عدد سبعة وعشرين. فان ابن الانسان سوف يأتي في مجد ابيه مع ملائكته. وحين اذن مجد ابيه في مجد ابوه ماش مع ملائكته ماش وحين اذن يجازي كل واحد حسب عملي. الحق الحق اقول لكم. ان من القيام ها هنا. قوم لا يذوقون الموت. حتى يروا ابن الانسان اتيا في ملكوته. نعم. بيقول للناس اللي قاعدين هو ماشي في قرشاليم. مرة على عشرين تلاتين شخص. قال لهم في ناس من اللي قاعدين هنا. مش حيموتوا. الا ازا جاء ابن الانسان اللي هو يا. الا ازا جيت انا المسلوب. جيت في مجد ابوه من السماوات مع الملائكة. وحجازي كل واحد على قدر عمله. طيب اهمر القيامة الناس اللي موجودين هنا. العشرين واحد دول. ماتوا. وعيالهم ماتوا. وعيال عيال ماتوا. فين? جي ان شاء الله. اين جاء? النص بقول لك اهو قوم من الموجودين مش حيموتوا الا لما جانا في السحاب وفي السماء وجازي كل واحد على قدر عمل. السؤال اين حصل هذا? فين ده ان شاء الله? فين? كلام عد عليه اكتر من الفين وتمنتاشر سنة. فين? ولا من الفين وتمنتاشر? فين? فين الكلام ده ان شاء الله? شوفت انت حاجة زي كده? لو في مسيحي حتى بيشاهد الفيديو. انت انت يا مسيحي بصراحة بصراحة. بصراحة من غير مجادلة ومكابرة. انت شوفت حاجة زي كده? انت حاجة زي كده شوفت? ما فيه المص ده ما بيه مهزكش كده? هذا النص يؤكد ان يسوع بحسب الاناجيل. المسطول في الاناجيل. لا هو نبي ولا هو رسول اصلا. لا هو اله ولا هو نبي. ليه? التنبؤ خاطئ. هذا المفروض بيقام عليه الحد بيقام عليه انهم من انبياء كذبة. لذلك اليهود ارادوا ان يقتلوا ينقض السبت ويتكلم باشياء وكانوا بيتهمون ان هو بيطلع الشياطين ببعل زبول. عيس الشياطين. فهمتم النقطة دي? طيب. لذلك رفضت المسيحية. رفضت المسيحية. وامنت بالاسلام. تقوم عليه ليه? اقول لك لان الاسلام كرم نبي الله عيسى صلى الله عليه وعلى امه وسلم. يعني اثنى الله عليه وعلى امه. بينما الاناجيل اتهمت عيسى بانه خروف والخروف يغلبهم لانه رب الارباب وملك الملوك. بينما الاناجيل اتهمت يسوع الاناجيل اتهمت المسيح بانه يقول تنبؤات خطأ. كلام غير صحيح. فلذلك امنت بالقرآن ورفضت الكتاب المقدس. لذلك امنت بالقرآن ورفضت الكتاب النقطة الثانية. نحن نعلم ان موسى كلمة الله تأكيدا لان كلمة الله ليست معناها ان المسيح هو الله. احياك الله يا اخونا فارس. ادعو الاخونا فارس بالثبات يا اخوة. مسلم جديد ادعو له بالثبات. حافظه الله. نعم موسى كلمة الله نعم. نعم. ازاك الله خير. تكمل تاخدوا حاجة تانية عندي في مسألة علم الغيب عندي كلام كتير. بلكم على سبيل المثال. يسوع الاناجيل لا هو حسب الاناجيل يعني. الاسلام كرم وقال انه رسول. فقال انه رسول. في عندك ايضا على سبيل المثال. شوفوا كده. الله في الاسلام علم كل شيء يعلم الغيب. النصارى يعتقدون ان المسيح اله ده زعما منهم انه بيعلم الغيب. من نفسه. فهم يقول لك كلامة غلط. تقول لي ليه? اقول لك عندنا في الاسلام. الا من ارتضى من الرسول. امين واياك يا بوحمد. حياكم الله جميعا. الفيديو يا جماعة بث على الفيسبوك عشان اللي هيشوفه على اليوتيوب بعد كده ما هيقول يقول يكلم مين? بث على الفيسبوك. النبي عليه الصلاة والسلام عيسى صلى الله عليه وسلم في الاسلام نعم. يعلم الغيب او بعض امور الغيب باذن الله. بدليل الاية. باذني. واذ تخرجوا الموتى باذني. واذ كففتوا باني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات. باذني. 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 ومسألة احياء الموتى ده هنتكلم فيه. مجاهز لك وفيه قنابل يا اخوة. قنابل. عارف قنابل? شلالت له كميات قصفات جبهة كل اللي انت عايزه موجود. في مسألة احياء الموتى ده. تمام? عندنا المسلوب بحسب الاناجيل لا يعلم معاد الساعة. ازاي الله? ازاي اعلم الغيب? ازاي يعلم الغيب هو لا يعلم معاد الساعة? ازاي بقى الله? تقول للدليل. اقول لك افتح انجيل مرقص اصحاح 13 بيقول. واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن يعني ولا يسوع نفسه. ولا الاقنوم التاني عند النصارى. ولا الابن الا الاب. اللي هو الاله عندهم. يعني الاله الابن عندهم. احنا قلنا ان هم ثلاث آلهة. ضربتلكم مثال بالصور. معرفش الصورة لسه موجودة في التاب ولا لأ. اه. لو لقيتها نزلها لكم. اه. ان عندنا الاله عند النصارى هو ااب اب روح قدس. يعني ايه ااب ابن روح قدس? الاب هو المفروض اللي فوق خلق السماوات والارض. الابن اللي هو الانسان. اللي هو الاتصلب ده. المسلوب. الروح القدس اللي هو على شكل حمامة. على شكل حمامة. سواني كده. صور الثالوث. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. يبقى عندنا الاب راجل عجوز كبير في السماء عندهم. الاب شاب صغير اللي اتصلب على الصريب ومات. الروح القدس شكل حمامة. وبعد كده يقول لك التلاتة دول واحد. فبيقول لك هنا النص ده. تلك الساعة اللي هي يوم الايامة لا يعلم بها احد. ولا الاب. اللي هو اقنوم الابن عندهم. الا الاب اللي هو في السماء. اللي هو الاله خلق السماوات والارض. يبقى ازا اولا التلاتة دول واحد ازاي? تاني شيء ازاي الابن لا يعلم معاد الساعة ويكون اله برضو. اه? اليس هذا التناقض? امين وياك يا بحمد. واضح كده? طيب. في برضو دليل تاني على المسيح او مصطوب الاناجيل. وانا بحب اتكلم بكلمة مصطوب الاناجيل دي بسبب. عشان البعض ما يظنش ان انا بتكلم عن نبي الله عيسى الان. لا. كل اللي في الاناجيل ده والكلام اللي في الاناجيل. كثير منه جدا اه? ولا كثير منه ايه ده كله? انا لقوا من ان خاله عيسى صلى الله عليه وسلم. عشان يجي لي كلام عن عيسى صلى الله عليه وسلم. قاطع في المسألة لابد يأتي بسند صحيح. طب الاناجيل كلام الكتبة نفسهم مجاهيل. وما فيش سند. كيف انسب لرسول من رسل الله اشياء? وليس عندي سند صحيح. كيف? انا مش هتحمل. لن اتحمل هذا امام الله. خلاص? خصوصا ان الاناجيل الموجودة اللي كتبة غير ان هم مجاهيل كان منهم يهود كمان. يعني اشخاص غير مؤمنين بالمسيح. من اعداؤه. تمام? فلا نضمن التلبيس والتحريف والزيادة والنقصان على. يعني في الاناجيل ايضا المسيح في الاناجيل. بيقول ايه? كان بيكلم التلاميذي او بيكلم الناس. عارف كان يقول لهم ايه? يجي يكلمهم يقوم جيل لك جيل شرير فاسد مش عارف مين يعني ساعة ما يكلم الناس مش بيكلمهم كده. ما بيكلمهمش يا قوم يا مش عارف. لا. يا جيل شرير فاسد. ايه ده ان شاء الله? ايه ده? ايه ده? ايه يعني ده ايه ده? انت بتعمل اه يعني انا دلوقتي لو انا لو انا. عايزك انت كده تتخيل معايا. يسألوا المسيح. يسألوا يسوع الاناجيل. يسوع الاناجيل بيسألوه. يقولولو. اعطينا اية. يقوم رضد عليه. انت رسول مش لازم عيسى. مش لازم يسوع. مش لازم يسوع. ولا اه عيسى الان. خلنا نتكلم كاي نبي. تسألو تقولو اعطينا اية. يقوم رضد عليك اية لك. جيل شرير فاسق. يطلب اية ولا تعطى له اية. كده? يعني انت بتخيل رسول يبقى كده? ممكن مسلا مش هعطيكم الايات. او انتم تستكبرون عن الايات. انما مباشرة انجيل. ساعة ما تشتم بتشتم الجيل. طب ينفع? بالله عليكم ينفع? النص نزلته لكم في انجيل متى اصحى اتناشر عدد تسعة وعشرين. طب حاجة تانية. انا دلوقتي اه التلاميز سألوني سؤال. التلاميز سألو سؤال. سألو سؤال. تلاميزه احباؤه. احباؤه. احباؤ الناب. احباؤ النبي. المفروض النبي يعني. يقوم رضد عليهم. يقول لهم. ايها الاغبياء. ايه ده? ايه ده ايه? يعني ايه ده? يا اغبياء اليس الذي صنع الخارج صنع الداخل? يعني انا انا مش هارف والله. اه ده ينفع ده? بتبقى كده دي اخلاق انا اتقبلها عن عيسى صلى الله عليه وسلم. انت تتقبل اخلاق كده عن النبي من انبياء الله بسنة غير صحيح. تمام? اه حتى اللي بيعمل كده كمان مين بقى بولوس? بولوس تعلم منه. عشان كده يا جماعة الخير تلاقوا النصارى دوما. تحول النصارى تبصت لهيه يقلل الادب. اجتمك. يقول لك يا غبي. يقول لك يا معرفش مين. يقول لك يا مش عارف مين. كلام ده. ليه? بيقول لك غير غير ان كل اناء بما فيه ينضح كتابه علمه كده. يعني على سبيل المثال بولوس مؤسس المسيحية. بيكلم ناس اسمهم الغلاطيون. بعت لهم رسالة. رسالة ان هم يأمنوا بالله. تخيل انا بعت لناس رسالة عشان يأمنوا بالله. اول مكتب في الرسالة اقوم قيل ايه? الرسالة التالتة. العدد واحد. واحد. واحد اول ما يفتح كده الغلاطي الرص واحد. يلاقي كده بيقول لك ايها الغلاطيون الاغبياء. من رقاكم حتى تذعنوا للحق. يعني. يعني تخيل انت رسول من الرسل باعت رسالة لأهل مصر مسلا. ولا الاهل تونس ولا السودان ولا المغرب ولا الجزائر. اول ما تفتح الرسالة كده يا غبي. يا غبي. ايها الغبي. ايه يا عم قلة الادب تي? ايه ده? ايه ده? يعني انا افتح الرسالة ابو الصلاة اول ما فيها بتقول لي يا غبي. نفس النظام النظام النصرة بيعملوا كده. اه. نفس تلاقي النصرين يدخل الحوار تبصت لايه غلط فيه. كده من غير اي من غير اي سبب. انا كنت في حوار قبل كده. لزلك انا ما بدخلش حوارات بقى المجموعات وما مجموعات لان شايفهم سوفها يعني. الا من رحم الله في المخالفين. بيشوفهم ان هم بيتسافهوا على الشخص وبيقول له ادبهم كده اه من الباب زي ما بقولوا من الباب للطاقة. لدرجة انا شفت ناس اخوة جزاهم الله خير المسلمين. شيوخ ناس كبيرة في السن يعني. سبعين سنة وستين سنة ويدخل عائل نصراني الود الود اللي هي كله بتاع اتناشر سنة ولا تلاتاشر سنة. يعني من دور احفاده. ويقوم الود النصران اللي اتناشر سنة ولا من ابناء برسوم. من جيل برسوم. جيل اولاد برسوم. فابتبالك طبعا اللي فهمني فهمني. الجيل بتاع اولاد برسوم اللي هو جيل سنة الفين. بتنسوش ان خدمة برسوم سنة كام? سنة الفين. خدمة برسوم كانت سنة الفين. احنا كام? الفين وطمانتاشر. يعني الجيل اللي عنده طمانتاشر سنة وسبعتاشر سنة. ده جيل كده مين? عشان تبقوا بس فهمين في الصورة. واثناشر سنة. يوم جاي الولد لاثناشر سنة ده. والله يوم مش بعيد يكون حداشر سنة. مكلم الاخ الكبير الشيخ الكبير في السن. المسلم. يقول له يا غبي. يا مش عارف ايه? يا شارب بول البعير. يا بقرة. يا ناقص عقل ودين. ايها الجاهل. ايها مش عارف مين? انا انا المفروض انا بتكلم مع راجب كبير. بتكلم مع قلة الادب كده? مش عايز تكلمه. مش عايز تقول له يا شيخ مسلا مش مشكلة. مش عايز تقول له باسمه على طول اسمه يكون فتحي ولا حاجة? تقول له يا فتحي وانت عندك اتناشر سنة. ماشي. هنعديها. عادي كانوا بتحصل يعني ما فيش مشكلة. انما يا غبي. يا جاهل. انت بتهرب. رسولك بيعمل. ما عرفش. وللاسف بعض المسلمين بيتهونوا معهم ويتجاوزوا. والمسلم النصران ده ما بيسكتش لما بيغلط في شخصه هو وبيلاقي سكت. بيبتدي يتطول على شخص الرسول. لكن لما بياخد على دماغه بيبتدي يتعدل. وانا حصلت معايا كده. دخل ولد من الاردن ظني لاني لهجته كده. اول ما دخل. اه مش فاكر كان نكلم في ايه شبهة او حاجة زي كده. المهم غلط فيا. وطولوا لماذا تغلط يا خروف يا عبد الخروف بدلل سفر رؤية يوحنى هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لانه رب الارباب وملك الملوك. وبدليل النص ونزلتنه النص يعني. انك ان يسوع بيقول ايه رعى خرافي فانت خروف بتغلط ليه? وامسكته من من كتابه وزبطته. والله العظيم. لقيته بيقول لي يا زلم اش بيك يا زلم انا عاسف يا زلم اش بيك يا زلم انا غلطان. انا ما اعرفش ايه. طب ما كمل اول. ما كمل اول. انا لازم اديك على دماغك عشان تتعدل. يعني انت لو ماشيتك بالراحة كده واحدة واحدة ما تتعدلش. لكن لو اديتك على دماغك تتعدل. عجيب يعني. فهمين الفكرة? المهم. لذلك انا ما برحمش يعني معهم الحمد لله. في عندك برضو رسالة بولوس الى اهل غلطية تلاتة تلاتة. شوف بيكلم ناس بيدعوهم لله. المفروض بعت لناس رسالة يدعوهم لله. شوفوا بولوس كافي بايه? بيدعو الناس لله بايه? هكذا انتم اغبياء? انتو اغبية? يعني انت غبية ايه ده? ده 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 اسلوب شخص بيدعو شخص للدين? اه. لذلك بقى تلاقي ايه زي ما قلتلكم كده? تلاقي? بل طب انا اقول لكم على حاجة. حاجة جديدة. انتو عارفين? واصفوا مين بالجهالة? زي ما قلتلكم النصارى? فضلوا يتجاوزوا ويتطاولوا 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 حتى تطاولوا على رب العالمين. تطاولوا على رسل الله. قالوا على داود زاني. قالوا على لوت زنب ابنتيه. قالوا على داود مغتصب. قالوا على نح متعري سكير. قالوا على سليمان بتاع نسوان. قالوا على كل دا بحسب كتبهم. خلصوا تطاول على الانبياء. ما خلاص ما هو السأف البشرية مين? الانبياء. اموا دخلنك في ذات الله? ام بدأوا تطاول في ذات اللي اظن انا ارى ان اصوأ واوسخ واقوى اساءة عندما يقولوا الاله مات والضرب وبسق في وجهه ويجر للصريب كشات انتو ساقوا الى الذبح وكل الصفات اللي بيوصفوا بها المصدوب. بس النص دا بقى كارثة. النص اللي موجود في كورنثوس الاولى. واحد خمسة وعشرين. رسالة بولوس لأهل كورنثوس الاولى. الرسالة الاولى لكورنثوس. اصحح واحد عدد خمسة وعشرين. النص بقول ايه? لان جهالة الههم بقى. انا مش حقول الله. لان جهالة ربهم احكم من الناس. وضعف ربهم. جهالة ربهم وضعف ربهم. وصفوا الاله عندهم بان له جهالة. بان له ضعف. في ايه اللي تأذبك تقولون كده? في اساءة اكتر من كده. خلصوا على البشرية. اما دخلنا على الانبياء. خلصوا على الانبياء. اما دخلنا على الاله نفسه. حسبنا الله نعم الوكيل. حسبنا الله نعم الوكيل. عليكم السلام ورحمة الله. اظن كده المسألة تعت السؤال النهاردة اه اتدمر تدميرا. صح? اظن ما عادش فيه. خلص. اه يسوع برضو بحسب الاناجيل ما كانش يعرف معاد التين. فكيف تقولون عنه عالم الغيب والشهادة? فكيف تقولون عنه الاله? حسب. حسب متى اصحاح واحد وعشرين عدد ساعتاشر بيقول فنظر الشجرة التين من بعيد على الطريق. وجاء اليها لانه لما جع يعني. جاء اليها لعله يجد فيها شيئا فلم يجد فيها لانه لم يكن وقت التين. لانه لم يكن وقت التين دي هتلاوها في انجيل مرقص صح حداشر عدد حداشر. انه جي لشجرة التين عشان ياكل منها وملقاش فيها تين املعنها. يعني الشجرة مش مقت التين بتاعها. طالما انت ما اكلتينيش بقى? طب انت ملعونة. خلاص? عن ايه شجرة التين فبطلت تطلع تطلع تين. بحسب كلامهم يعني. مع ان شجرة التين موجودة والله. التين موجود. المفروض هو علعن الشجرة التين. علعن التين. كتينة. ما يبقاش في تين في الدنيا. لسه موجودة. المهم. ان شاء الله ايه اختصار الشبهة بقى كله. النصارى وزكريا بقلز وغيره. اه قبل النسيت اقول لكم. ولذلك رفضتوا المسيحية وامنتوا بالاسلام. النصارى تقول يسوع عندكم هو الله. او المسيح عندكم الله. ليه عم الحج? قالت لانه يقول وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يعرف الغبه. ردنا عليه كزا نقطة. النقطة الاولى لأ ليس الله لان الله قال في القرآن لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. النقطة التانية ان هذه الاية لو كملها حيعرف ان في الايات يعني باذني 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 الله فلو كان الها لا محتاج لأحد. النقطة التالتة باقي الآية. وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين. مؤمنين بايه? ما المسيح ابن مريم إلا رسول. النقطة الرابعة لو كان علم الغيب للمسيح عليه الصلاة والسلام تقول بيه ألوهية او انه عرف شيء من الغيب شيء من الغيب يبقى ألوهية اذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام الهي المفروض عندكم. ليه? اخبر بان كسرى وقيصر سيزولوا ملكهم وقد زال. اخبر بان المسلمين سيتقاسمون ثروة كسرى وقد حصل. اخبر ان خيبر ستفتح على يدي عليه وقد حصل. تاني يوم اخبر ان الصحابة يفتحون بيت المقدس واليمن والشام والعراق وقد حصل. اخبر ان ستؤتى للمسلمين كنوز كسرى وقد حصل. اخبر ان اول من يلحق به بعد موته لحوكا به موتا هو احبوهم اليه هي بنته فاطمة وقد حصل. واضح? تمام? وهكذا اخبر ان الحسن رضي الله عنه سيد من سادات شباب اهل الجنة يصلح الله على يده بين طائفتين وقد حصل. واضح? واشياء كتيرة جدا من هذا القبيل. اما يسوع بحسب الاناجيل فلم اخبر باشياء ولم تحصل. زي قال لهم كده انا مش حيموت الجلدة الا لو جيتنا في سحاب وفي السماوات والارض برأت والشمس ضربت وما اعرفش ايه وما حصلش الكلام اللي قاله زي ما نزلنا في اول النصر. النقطة الاخيرة في قول الله عز وجل. عالم الغيبي. لماذا يسوع عنده او المعذرة? لماذا المسيح عنده بعض العلوم او بعض المسائل اللي يخبر بها? قالها الله في القرآن. قال الله عز وليل عالم الغيبي فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. الا من ارتضى من رسول. فالمسيح قال الله عز وجل فيه ما المسيح الا رسول. لكن بحسب الاناجيل? انا بقول لك بحسب الاناجيل زي ما بين تلكه لا يصلح لا اله ولا رسول اصلا 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 اساسا لا يصلح. تمام? اخبر باشياء غير صحيحة اخبر باشياء كذب اخبر بتنبؤات غير صحيحة كاذبة. وما الى ذلك فهذا يدل على انه ليس اله بل وليس نبي. حسب الكتاب النصارى. لكن في الاسلام هو رسول من رسل الله. مكرم معزز. اية. معجزة. خلقاه الله عز وجل بلا ابن. ليكون اية. اه بعض الناس برضو بيسأل. يا خدو دي مش مشكلة. في سؤال بيقول لك ايه? طب يا مسلمين وانتو ليه بقى? ليه بقى الوحيد بقى? ليه بقى الوحيد بقى? بقى بقى بقى. المسيحي اللي يجي من غير اب يعني. ليه بقى? ايه يا عم المشكلة? اهو. اله اهو. والله عزلت معايا المسيحيين دول. الا من رحم الله مفيش. حلو. يعني هو عشان يجي من غير اب. خلاص يبقى اله يعني. طب ما ادم يجي من غير ولا اب ولا ام. ده المفروض يبقى يبقى كده حاجة عالية اوة 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 اوة. ده في الخلقة اعلى من المسيح. في الخلقة يعني. في الخلقة مأموة. بلا ابن ولا ام. ده ما اقولكو على حاجة كمان. واقوى من المسيح في الخلقة يعني. حواء. حواء مأ. بدون ام. خلقت من ادب. خلقت من رجل. بلا ام. ده دي اقوى. انه انه يجي ولد بدون اب. على فكرة. في كذا شخص فعلى مر التاريخ دعي انه جاء بلا اب. عشان تبقوا في الصورة. جاء من باتول. حتى في الوفنيات القديمة وديانات الفراعنة وما الفراعنة حتى قبل المسيح. في بعض الناس ادعوا ان هم جم بلا اب. جم من ام بس. خلاص. لكن مفيش على حد على وجه الارض ادعى انه هو جيب لا اب ولا ام. زي ادم. فيكون اقوى في الخلقة. ومفيش حد على وجه الارض ادعى انه هو جاء من رجل بلا امرأة. مفيش امرأة. مفيش ام. مفيش حد قالها في الدنيا. تقول لي طب ليه اقولك منتها البساطة. الله ذكرها في القرآن. يهبوا لما يشاءوا اناثا. ويهبوا لما يشاءوا ذكور. او يزوجهم ذكرانا واناثا. ويجعلوا ما يشاءوا عقيمة. قد يأتي بعض الكفار يقول ايه? بعد. الان يعني. قال لك. الاله خلق انسان خلق رجل بلا اب ولا ام. وخلق امرأة برجل دون ام. فييجي كافر يقول لك ها وهال عجز ربكم يا مسلمين على ان يخلق رجل بلا اب وبام. نقول له لا ما عجزش. فين? عيسى صلى الله عليه وسلم. لم يعجزه شيء. خلق ادم بلا اب ولا ام. خلق حواء بلا ام. خلق المسيح بلا اب. خلق الرجل والمرأة ولم يخلق لهما احد. شايف الفكرة? شايف الفكرة? فالله خالق كل شيء والله المستعد. حد عنده سؤال في المسألة بتاعتنا. هل المسيح يعلم الغيب فيكون اله? فيما قلت. حد عنده اضافة زيادة. اياك يا الله يا محمد حسن. اياكم الله جميعا يا يا شباب. اللي لسه بقى داخل البثة حالا ان شاء الله يعيد البثة من اول. يسمع الفيديو اللي. يسمع الفيديو من اول يعني. من اراد. طيب. حد عنده سؤالة قبل مقفل ولا ايه? في الختم لا تنسونا من صالح دعائكم. غفر الله لنا ولكم. ولا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب. اللي اللي عايز يشوف المنظرات بقى مع القسوسة والمنصرين وكده. مش اطفال الفيسبوك. بعتين لي على اطفال شوية اطفال. عاود صغيرة. والمشكلة. الواد الصغيرة جاي يقول لي انا اتحداك. ايوة يا عم اتحدني ايه? تيجي تنظرني كتابة. نعم يا اخوة. اجي نظر الكتاب. يعني انا انا بنظر القسوسة اباك في الكنيسة. بنظرهم صوت وصوت وصورة. عشان تيجي انت تقول لي. تعال نظرني كتابة. حبي احنا فضيين. احنا فضيين للعب ده. روح شوف اي ولد صغير وقعد لعب معها سيجة ولا لعب معها تاري. ابعت ابوك في الكنيسة ابعت القصة اللي بتعترفه ده ينظر. بتعمل ايه انت? في الختم لا تنسونا من صالح دعائكم. غفر الله لنا ولكم. هل سؤال هل تنبأ اه عسف الاناجيل المعذرة. يسوع الاناجيل بما جيء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الله في بعض التنبؤات. يعني كتنبؤات فيه. تمام? في تنبؤات لكن اه يعني انا من نوع اللي مش مهتم شوية بموضوع اه صفات النبي او ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب النصارى عندي تحفظ عليه شوية. عندي تحفظ عليه شوية. لان الكتاب يسيء لله. فانت لو قبلته هيقول لك يتقبله كله يترفضه كله. يعني انت لو قبلت الكتاب هيقول لك كده. يتقبل الكتاب كله يترفض الكتاب كله. فلذلك انا ارى ان هذا الكتاب لا يصلح. يكون مرجع ديني يعني كسنة ضائع وما الى ذلك. هل اللاهوت ليظهر للمسيح يقويه? نعم اظهر له من السماء ملاك ليقويه. في موضوعنا بس يا جماعة في موضوعنا بس عشان ما نخرجش عن الموضوع فشتت الحوار ويكبر الفيديو على اه بقى الشيء تاني يعني خارج الموضوع. طيب في الختام لا تنسونا من صالح دعائكم. غفر الله لنا ولكم. واللي عايز يشوف المناظرات مع القسوسة. المنصرين يتفضل قناتي على اليوتيوب بالعربي محمد مصيف المحاور. نزلتلكم رابطها على الفيسبوك. ولا تنسونا من دعائكم بارك الله فيكم. ومشترك معنا على قناة اليوتيوب. ادخل على القناة وشاهد المناظرات اللي فيها. وشاهد سلاسل المناظرات وردود الشبهات على المصر ان شاء الله تستفيد. واعملوا الصفحة شاهد اولا واعملوا قناة اليوتيوب باشعار وشاهد اولا ودعواتكم لينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.